أنا متأكدة أن كل واحد فينا مر بموقف مضحك ويضيوف يبتلق لاس الغلاط، صبيت القهوة باليد الغلاط، طيحت شي على الأب أو حتى على الضيف الصح والغلاط فيما يخص الاستقبال وضيافة اليوم بيوضح لنا ضيفنا في الاستوديو كل هذه الأمور فالات حاتون ويانا الأستاذ شادي ضاوي استشاري بروتوكول الضيافة والتسويق الرقمي فحياك الله ويانا أستاذ شادي الله خليك يا هلا سهلا، صباح خير صباح النور، شرفنا اليوم في الاستوديو وبداية خبرنا عن الضيافة بنتكلم عن وايد أمور ولكن بداية شو أحلى وشو أفضل؟ هو الاتيكات أم العفوية في الضيافة؟ تحية إليك للمشاهدين طبعا الاتيكات خليني أبدأ بتعريف بسيط هي أنا بسميها فن التعامل مع الآخرين نعم، وهي مهمة جدا لأنه نحنا كلنا بنعرف فيه الانطباع الأولي اللي هو الانطباع النظري عادة أول ما نتعرف على شخص جديد ويتبعها مباشرة التعامل أو الاتيكات اللي هي بتبددي بالسلام وبالنظر الضيافة والاتيكات هني مرتبطين ببعضهم يعني ارتباط الاتيكات يعني إلا كمان عدة مسميات أو عدة أبعاد يعني عندك ااتيكات التعامل، ااتيكات الضيافة، ااتيكات المائدة وهدولي أهم شيء اللي هني وبنتكلم بداية عن ااتيكات الضيافة، خبرنا أول شيء أنا بزور حد، شو الوقت المناسب لزيارة؟ طبعا هون خلينا نحدد ثلاث أبعاد لهذا الموضوع المستوى العلاقة مع الشخص اللي نحنا راحين نزوره، نوع المناسبة طبعا مهم جدا وغير نوع المناسبة شو الهدف من الزيارة أو ما يشبه ذلك المناسبات الخاصة عادة بتكون محددة من قبل الداعي شخصيا اللي هي عادة بتكون في أيام العطل، بتكون عادة في فترات بعض الظهر هي أكتر شيء مناسبة يعني مناسبة لنوع المناسبة يعني اللي بتكون داعي إليها الشخص بالنسبة للمناسبات الرسمية، طبعا عندك مناسبات الرسمية وعندك مناسبات الاجتماعية المناسبات الاجتماعية عادة بتكون بأيام الأسبوع العامة يعني بشكل عام وعادة بتكون يا بمكان عام أو بتكون في المنزل عندما نتكلم عن المناسبات الرسمية والاجتماعية وما إلى ذلك ممكن تعطينا امثلة معينة يعني شو نوع من المناسبات الرسمية المناسبات الاجتماعية والخاصة اللي جدا معروفة هي أعياد الميلاد مثلا في عندك الولادات حالات الولادة اللي هي بتنفي 자기 الزيارات أو الدعوات يعني مثل أعياد الميلاد أعياد الميلاد طبعا أي شخص يعني بيحتفل أو سيدة تحتفل فيه يعيد ميلادها مثلاً في هالمناسبة بتدعي الناس طبعاً هاي المناسبة بالعود إلى سؤالك أساساً أغلب هاي الدعوات بتكون في نهاية في نهاية الأسبوع وهي الدعوات طبعاً في لها إتيكات معين يعني يتم الدعوة فيها عادة عبر هلأ نحن بعصر التواصل الاجتماعي يعني عبر الواتساب أو أي وسيلة التواصل ويتم الاستجابة لها من قبل الشخص اللي دعيناه وتأكيد الحضور يعني إذا بنا نتكلم شوي بالتفصيل عن الاتيكات ويجب عدم يعني إذا إنسان ما بيقدر يحضر إذا يعني لازم يأكد خلال 24 ساعة لأنها تحصل كثيراً أحياناً يتم دعوة الأشخاص وجزء منهم لا يحضر لأنه لازم يكون دايماً نعرف أنه نحن الشخص الداعي بيكون حادة حاجز عدد معين من الأماكن أو عامل حساب لعدد معين من الأشخاص طريق عند الحضور يعني أو في هاي المناسبة فيه كمان إتيكات أنه نجيب هدية يعني طبعاً هالي بنتكلم عنه الحين في كل هذه المناسبات ونحن نعرف العرب مضيافين إن كان الزائر أو صاحب الدعوة بس هل كل المناسبات المفروض أنه مثلاً نيب فيها هدية وشو نوع الهدايا الأنسب بالنسبة لكل نوع مناسبة؟ نعم السؤال مهم جداً وهذا فعلاً أحياناً يحرج الناس أو بيخليون يحتاروا خلينا نقول بتعبير هذا المناسبات الاجتماعية الخاصة نحكي عليها ما حنحكي عن الرسمية طبعاً حسب أول معيار خلينا نقول هو نوع المناسبة طبعاً إذا كان عيد بلاد غير مثلاً مثل ما قلنا حالة ولادة غير دعوة على العشاء بمناسبة معينة لسبباً أو لأخ فالهدية تتحدد بحسب نوع المناسبة مثال إذا عيد ميلاد طبعاً في عدة أنواع من الهدايا والهدية أيضاً ترتبط في الميزانية نوعاً ما صحيح وشغلة ثالثة وأخيرة مدى المستوى أو مدى العلاقة بين الشخصين يعني إذا كتير كتير أصحاب بيكون فيه طبعاً بيصير مثلاً مثال تعرف فيه شو بده شو بتحب فبالتالي بتجيب لها الشي اللي هي بديه فبالتالي يسهل عملية اختيار الهدية نقول مثلاً هدية لربعتي مثلاً لتوها ولدت وأنا ميزانيتي قليلة شو الهدية المناسبة في هذه الحالة؟ شوفي الشائع هو الورد يعني وكلنا منحب الورد يعني سهل هي هدية وناسبة فيه وائد ناس يقولون الورد خلاص يذبل الورد بالعكس هلأ يعني صح يعني ممكن ناس عندهم أنا معك بقصة بيعتبروا أنه الورد يمكن قد تكون يعني نوعاً ما مش غير مناسبة ما بدي أقول لائقة يعني ولكن لا اليوم في تطوير لهالهدايا يعني صار عمين هدى مثلاً إذا يعني المشاهدين أكيد بيعرفوا حضرتك اليوم مثلاً الورد صار ميزانية مأدور عليها يعني مناسبة للجميع ولكن يقدم بطريقة جميلة بسندي خشبية مزينة وعليها الأسماء وتزين بشكل جميل وهي يعني يكون مزيج بين الورود وبين بعض أنواع يعني الحلويات الحلويات فبالتالي يعني تكون مناسبة نوعاً ما وإذا أنا سايرة عند مثلاً بيت صديقتي فهل من المفروض أني ييب هدية وشو يكون نوعها؟ شوفي إذا أول زيارة هاي شغلة مهمة كمان نوضحها للمشاهدين إذا أول زيارة للمنزل طبعاً وهاي بحكم العادات العربية مثل ما تصدلتي وقلتي والعادات الاجتماعية يعني بالصفة عامة وخاصة إذا كانت دعوة على العشاء ودعوة فيها حضور متنوح وليست يعني خاصة جداً الدعوة طبعاً يجب إحضار هدية يعني لازم يجيب معه الشخص المدعو هدية هاي الهدية قد تختلف يعني في عندك كتير من الخيارات إنك تجيب معه ممكن يكون عبارة عن شوكولات ممكن مثل ما قلنا عبارة عن ورد أو بلانت يعني نوع زرع معين بيكون بشكل هيك بو محطوط في فئانية معينة وممكن يكون هدية شخصية ممكن يكون بارفان طبعاً شائع كتير العطور نعم خاصة يعني مثلاً ليش قلتلك عن مسألة أحياناً الجنسية مهمة يعني مثلاً مثلاً معروف عن دول مجلس تعاون الخليجي وإخواننا الإماراتيين يعني خاصةً بيحبوا العود يعني بشكل عام بيحبوا البخور بيحبوا هاي ففي هدايا خصيصاً ما بنا نقول أسماء برندات طبعاً ولكن معروفة عندها علب جميلة جداً تحتوي على البخور العود العنبر المسك يعني كلها من وهيذي هدايا ذات قيمة يعني وهون شيء ملفت أو مهم يجب ذكره هاي مقدور عليها يعني أسعارها تناسب جميع المزانيات لأنها تتواجد وتتوفر عفواً بفئات متعددة يعني فيك تجيب هدية بـ X amount قليل ومتوسط ومرتفع فهاي من ضمن الأشياء يعني المهمة الواحد ينتبه لها جميل جداً شكراً أستاذ شادي اليوم تحدثنا عن أداب الزيارة وأيضاً الهدايا وإن شاء الله في الحلقات القادمة بنتحدث أكثر عن أداب الحديث والأكل والشرب يعني الموضوع جداً موضوع مهم جداً ومتشعب وفيه كتير خاصة إتيكات المائدة وإتيكات التعارف طبعاً وعننا بعد حلقات وفقارات بتكون موجود فيها ويانس بنت نعطي هذه النصائح ونعرف المشاهدين أكثر عن الموضوع شرفتنا في الستيديو شكراً لك وبهذه الفقرة اللي عرفنا منها أداب الاتيكات وكيف يتتعامل في مواقف الضيافة نكون وصلنا معكم لنهاية فقرات برنامج استوديو الظفرة بفترة صباحية على أمل أن نلتقيكم في الفترة المسائية لهذا اليوم وأذكر بموعدنا معكم بالفترة الصباحية من استوديو الظفرة غداً في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى ذلك الحين هذه تحية مني ومن فريق العمل وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر